أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم رب اشرح لي صدري واسر لي أمري واحل العقدة من لساني أفقه قوري السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامنا وإيامكم بذكرى ولادة منقذ البشرية سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لذكره الصلوات اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فكرة المهدي فكرة المهدي هي عبارة عن فكرة المنقذ المصلح الذي يصلح الأرض بعد امتلائها بالجوري والفساد والظلم ويقلب هذه المسألة وهذه المعادلة إلى عدل وسلام وأمان هذه الفكرة مولانا العزيز ليست فكرة مختصة بأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بل هي ليست فكرة مختصة بالمسلمين وإنما لعل أغلب الشرائع وأغلب المذاهب والتوجهات لديها هذه الفكرة كمثال عندنا اليهود مثلا اليهود عندهم عندهم أنه بعد من ذرية داود عليه السلام سيأتي شخص ينقذهم ويملأ الأرض قسطا وعدلا وما أشبه ولذلك كانوا ينتظرون عيسى عليه السلام إلا أنه لأن عيسى ما كان على كما يقال على مزاجهم فلذلك انقلبوا عليه حالهم حال لعله ذكرنا نحن في آخر لقاء هنا في هذا المكان مبارك ذكرنا حتى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم كانوا ينتظرون النبي هم هؤلاء كانوا ينتظرون اليهود كانوا ينتظرون النبي ولكن ليش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلع ممن عندهم فبالتالي انقلبوا عليه والله عز وجل قال كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا الشيء لهم انتظرنا وعرفوه كفروا به ليش؟ لأنه ما نزل الكتاب على من يريدونه عموما المقصد أن فكرة المنقد موجودة عند النصارى نفس الشيء أن عيسى عليه سام سيأتي آخر الزمان عند حتى بعض الديانات الوضعية كمثلا الزردشتية البوذية عندهم حتى المذاهب المادية كالماركسية الماركسية شنو عندهم؟ عندهم يقولون أن العالم عبارة عن تناقضات في آخر الزمان هذه التناقضات تنتفي ويعم الوئام والسلام فعلى يتحال هذا يبين لنا أن الأصل واحد شايفين كيف أن التوحيد قضية التوحيد هذه واحدة نشوف معظم الشرائع أغلب الشرائع كلها تأتي بشنو؟ فكرة عبادة الله الواحد أن هناك إلها واحدا هذه من وين؟ لأن الأصل واحد هو من عند الله سبحانه وتعالى على يتحال ما يؤمن به ويعتقده الشيعة الإمامية الاثني عشرية هي ماذا؟ هي أن هذه الشخصية التي ستملأ اللي ينطرها كل العالم ينتظرها التي ستملأ الآض قسطا وعدلا هي شخصية سيدنا ومولانا محمد بن الحسن المهدي لذكره صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا وخلقا يعني أنت إذا تعرف الإمام المهدي عليه السلام صفاته الخلقية والخلقية شوف اقرأ شنو كتبه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راح تعرف أن الإمام المهدي هكذا ليش؟ لأنه أشبه الناس بي خلقا وخلقا بعد يكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم فعلا حالة ضلال الآن الموجود والفساد الذي نشوفه ونلاحظه إلى درجة أن بعض الناس يشعرون بالأحباط وباليأس لكن الأمل يكون موجود في من يؤمن بهذه بقضية الإمام المهدي وظهوره وخروجه فيقول صلى الله عليه وآله بعد ما أن الأمم كلها تعيش حالة الحيرة والضلال يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلا وقصطا كما ملئت جورا وظلما شوفوا هذا بين قوسين بس قوسين شوية طوال بعد ذلك وهي قضية مهمة تشوفون أحيان هنا أنا قلت المهدي من ولد اسمه اسمي مرة عليكم رواها تقول اسمه اسمي واسمه أبيه اسمه أبيه مرة عليكم شيء شديد هذه أو يواط اسمه اسمي واسمه أبيه اسمه أبيه هذه رواها أبو داود في سننه والبعض يحتج على الشيعة الإمامية أن تقولون أنه هو اسمه محمد بن الحسن وبكاه هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبق من الأرض إلا يوما واحدا لطول الله هذا اليوم حتى يخرج من رجل من ولدي يواط اسمه اسمي واسمه أبيه اسمه أبيه يعني هو اسمه شنو أصلا محمد بن عبد الله فهذا كلامكم مصحيح فالجواب أولا من الراوي الراوي في السنن هو يعني في سننه أبو داود وما يحتج على شخص ما هو من أتباع مدرسة أهل البيت عليه السلام يحتج بكلامه على أتباع مدرسة أهل البيت لا سيما وهذه الرواية رواية عقدية يعني ينظر إلى هذه الرواية من رواها من السند مالها وما أشبه فما تي أنت تروح تيب لي رواية من خارج مدرسة أهل البيت وتي تحتج علينا فيها من غير كتبنا هذا واحد أثنين أنه نقول هذه ترى الرواية الوحيدة التي حسب التتبع القاصر الرواية الوحيدة التي ذكر فيها هذا المعنى يواطئ اسمه اسمي واسمه أبيه اسمه أبيه وإلا تعال إلى مسند بن حنبل إلى الترمذي إلى ابن حبان الحاوي فرائد السمطين غيرهما تجد أنه هذه الزيادة واسمه أبيه اسمه أبيه غير موجودة بل حتى أبو داود في رواية أخرى يواطئ اسمه اسمه وانتهي الكلام من أين يبتو هذا اسمه أبي اسمه أبيه؟ ويروح يترك لك كل هذا كل هالروايات الكمل هائل من الروايات ويتمسك بواحدة هذا يذكرنا بأي قضية؟ قضية كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي هي رواها مالك في الموطأ أول من ذكرها مالك في الموطأ قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله إني تاركن فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي زين والراح هذا الرواية التي جاءت فيه صحيح مسلم المسمى بصحيح مسلم كتاب الله وأهل بيتي وغيرها من كل الروايات المصادر تذكر كتاب الله وعترتي ترك كل ذلك وركز على شنو على رواية واحدة والله أعلم شنو قال بلغني ومالك متعاش مالك بعد النبي بأكثر من مائة سنة زين أنت الوسائط اللي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن وين سمعتها وكذا تمسك بهذا وأهم الكل ما ذكر كتاب الله وعترتي بحيث أن الشخص إذا سمع كتاب الله وعترتي يتبادل إلى ذهن يقول إيه هذه رواية الشيعة هم الذين يقولونها نفس الكلام على هذه الآن كم هائل من الروايات تأتي اسمه واسمي وخلاص إلى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل ذلك وتمسك بهذا فالآن تتركون كل هذا وتتمسكون بهذا بعد أن منه الراوي في هذا السند مال هذه الرواية في سنن أبي داود اللي يواطي اسمه اسمي شخص يسمى زائد مولى عثمان وهذا كان يزيد في الحديث اسم على مسمى بعد يزيد زائد اسمه وهو يزيد في الحديث فكان منكر الحديث حتى يذكر أنه إذا ورد اسمه في رواية ورواية أخرى موافقة تركت هذه الرواية التي فيها هو موجود فيها في السند فما ظالك برواية تفرد هو بذكرها فهي أولى للترك رغم ثلاثة مولانا العزيز هذه من الحاديث التي وضعوها أتباع محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنة عشان يعطون القوة والدعم لصاحبهم فراحوا حطوا واسموا أبيه عشان يصن محمد ابن عبد الله ومنه اللي استغل هذه الزيادة استغلها العباسيون عباسيون منه أول واحد أول واحد أبو العباس السفاح اسمه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس اللي هو حبر الأمة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس هذا اسمه عبد الله بن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس أخو الثاني اللي صار أيضا حاكم اللي هو أبو جعفر المصور هم اسمه عبد الله عبد الله الثاني ولده حكم بعده اسمه محمد قاله حلو محمد بن عبد الله ولقب بشنه بالمهدي فصار خلاص هم المهدي المهدي من ولدي يأخذون حديث النبي المهدي من ولدي ويواطئ اسمه اسمي خب اسمه محمد وروحهم استفيد هذه ويواطئ اسمه أبي اسمه أبي بعد ابنه عبد الله خلاص هو هذا المهدي حتى يقوون يعني يقوون التوجه إليه فهذه تعتبر من الزيادات مضافا إلى أنه وين قلنا أنها وارد احتمال التصحيف فيها كبير لأنه سابقا ما كان فيها قضية النقط النقط موجودة النقاط مثل حرف البا حرف التا هذا ما كان موجود كان ولا الهمزات هذه يسمونها علامات الضبط تسمى والنقط حتى في القرآن يعني ما كان فيه سابقا فهذه احتمال واسمه أبي اسمه ابني اسمه ابني يعني الحسن الصبط عليه السلام ابنه يعني يواطئ اسمه اسمه محمد واسمه أبي اسمه ابني شو المانع زي وين كنا احنا هذا قلنا مع التنزل عن كل ما سبق ذكره فعلى يتحاد انسك القوس طولنا فيه فهذا بس أنا أكت عليه لأن كثيرا ما البعض يستشكل يقول له هذا الحديث شو تسوون فيه هذا الحديث يسوي فيه اللي قلنا زين على يتحال السؤال الذي يأتي الآن ما هي الفائدة من غيبة أو الحكمة من غيبة الإمام عليه السلام أو أن الإمام موجود الآن ما هي الفائدة في ذلك فالجواب واحد وأثنين أما واحد فنقول أن كثيرا من الأحكام والشرائع ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في عالم التكوين أو عالم التشريع الحكمة مالتها ما نعرفها لا يسألوا عن ما يفعل وهم يسألون والله عز وجل مو مطالب أن يبين لنا كل شيء كثير من الأحكام من الأفعال من الأمور ونحن ما نعرفه من الأوامر والنواهي ما نعرف شنو حكمتها نعم البعض يتبرع أنت مشاط أنت هذا تسليم الإسلام شنو معنات الإسلام تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى واحد يقول لك يقول ليش لحم الخنزير حرام في بعده يبي يشوف لا روايات قالت لا آيات قالت شنو الحكمة بس خلاص بعت سلم الله سبحانه وتعالى عنده حكمة يبي يبين كان بها وعندنا كتاب علال الشرائع للشيخ الصدوق يبين لنا مجموع من الروايات اللي تبين على البعض الشرائع بس مو كل شي أنزيل ليش الخنزير حرام يقول لك لأنه أجل لكم الله يأكل بعض القادرات وما دي شي هاي من وين يبتأنته من وين يبتأنته هذا معنى لذلك الله سبحانه وتعالى حرام أو ليش الخمر حرام يقول لأنه مسكر يعني لأنه يسبب الإسكار عشان شدي ما يصبح أنزيل هالمعنى ذلك أنا إذا شربت قطرة واحدة وما رح أسكر صار حلال يعني خب هذا مو علة تامة يعني ليس الله سبحانه وتعالى ما بيّن لنا العلة التامة في ذلك ليش لأن الإسلام طبعا هذا ما قاعد يقول قاعد يقول إن أراد أن يبين بيّن وبيّن كثير من العلل على الأحكام وإن لم يرد لا في آية ولا في رواية خلاص نحن نسلم لأن الدين هو الإسلام وكل الأنبياء جاءوا بأي دين دين الإسلام ترى دين موسى الإسلام دين عيسى الإسلام وإنما النصرانية واليهودية هذه شرائع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هذه شرائع زين لكل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وإلا فكلهم الإسلام النبي نوح عليه السلام شيء يقول وأمرت أن أكون من المسلمين النبي إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك بعد النبي عقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون زين بعد النبي موسى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين النبي عيسى عليه السلام نفس الشيء فلما حسى عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الله عز وجل قال في حقي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه مثلا اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام فهذا شنو معناه الإسلام؟ التسليم فنحن نسلم ليش الإمام صلواته الله وسلامه عليه غاب هذا أمر نسلم فيه أنقلكم هذه الرواية عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام لما يو يحتجون عليه على قضية إن صالح معاوية ليش صالح معاوية فيها حكمة شوف لاحظ ماذا يقول الإمام صلواته الله وسلامه عليه يقول أما علمتم أن الخضرة الخضر اللي هو العبد الصالح في قضية موسى مع العبد الصالح أن الخضرة لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام كان ذلك سخطا لموسى بن عمران مرة شنو قاعد يقول مرة يقول لقد جئت شيئا إمره مرة يقول لقد جئت شيئا نكرة ومرة قال قال لو شئت لتخذت عليه أجره ممافق ليش سوى هذه الأمور خب فيها حكمة مو إلا أن الله سبحانه وتعالى يبين لك أخي شيئا يبين له لأنه ما تحمل قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صفرة أما السفينة فكانت المساكن بعدها وأما الغلام وأما الجدار هكذا بيّنها فقال عليه السلام كان ذلك سخطا لموسى بن عمران إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك ما يدري ليش ليش تلي صار وكان ذلك عند الله تعالى ذكره حكمة وصوابة فيها حكمة ليش المام الحسن صالح فيها حكمة ليش هذا أقام الجدار وقتل وكذا شنو يقول يقول وما فعلته عن أمري هذا مو أنا اللي مسوي هاي حكمة من رب العالمين هو الذي اختار هو الذي أراد وكذلك الإمام صلواته الله وسلامه عليه غاب لحكمة أنت عرفتها ما عرفتها خلاص أنا مسلم أمري لله عز وجل إن الله حكيم ولا يفعل إلا ما فيه الحكمة هذا أولا لكن مع ذلك بينت لنا بعض الروايات أن الإمام صلواته الله وسلامه عليه وجوده فيها خير للجميع ولولا الحجة لساخة الأرض بأهلها ولولا الحجة لماجة الأرض هذين يستهزئون بالقضية الإمام وكذا نقول لهم بعد الله سبحانه وتعالى لو مو الإمام عليه السلام كانتوا معايشين العيشة المرتاحين لها الإمام هو اللي بعد الله له الفضل عليكم لولا الحجة لساخة الأرض جابر الأنصاري يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا أغلب أغلب الروايات جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية المهدي وإلا لما أغلب المسلمين أغلب المسلمين إلا من شد منهم يؤمنون بقضية الإمام المهدي بل بعضهم يكفر يقول اللي ما يؤمن في قضية المهدي لأنه شيء متواتر قطعي اللي ما يؤمن فيه هذا كافر كأنه يكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم روايات كثيرة الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني في كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر آلاف الأحاديث كثير منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الإمام المهدي عليه السلام ذكرها فعلى اتحال هذا جابر يسأل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هل ينتفع الشيع من غيبة الإمام فقال صلى الله عليه وآله وسلم قال إي والذي بعثني بالنبوة إنهم ينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته مثل انتفاع شنو؟ انتفاع الناس بالشمس إذا جللها السحاب اليوم ما كان في شمس صح؟ اليوم غيم كان اليوم بس إحنا قاعد نستفيد من وجودها حتى لو إنه مو مباشرة بس إحنا محاسن إحنا قاعد نستفيد من وجودها لوم الشمس كان أصلا مجموعة الشمسية كلها تلخبطت وجودها فيها حكمة أنا قد ما أشعر فيها لكن لها حكمة وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه كذلك حالة حال الشمس اللي الناس لعلهم بعضهم ما يحسون لما تغيب الشمس الآن خوب لما ظاهره نفس الإمام لما ظاهر النفع منه واضح قاعد نتفع بشكل واضح لكن لما غايبه أنا شنو قاعد نستفيد من الشمس؟ لا قاعد تستفيد كل الأرض كلها قاعد تستفيد لكن أنا قد ما أشعر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا شوفوا ورد في التوقيع الشريف من التواقع التي صدرت من الناحية المقدسة للمفيد كما يذكر قوله نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين يعني ما نكون في المواجهة لكن أنتم غايبين عننا فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم في مكان آخر أيضا يقول روحي فداه يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم إنا غير مهملين لمراعاتكم ترى قاعد نرعاكم أنت يمكن ما تحس بس قاعد نرعاك شوف هذا النفس الله سبحانه وتعالى شكذا قد يدفع عن الإنسان من الأمور الإنسان ما يحس فيها يروح أول النهار يقد صدقه وهذه الصدق الله سبحانه وتعالى قد يدفع عنه البلاء وهو ما شرائح رائح دوامه وراجع من دوامه هو حس شيء ما حس شيء لكن لعل الله سبحانه وتعالى دفع عنه الكثير من الأمور وهو من حيث لا يدري فكذلك الإمام صلى الله عليه وسلم يقول يقول أننا نحن مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولو لا ذلك لو مهذا أننا نحن مهتمين فيكم وقعد نرعاكم بس من غير ما تدون ولو لا ذلك لنزل بكم اللأواء الشدة حاشتكم بعد واصطلمكم الأعداء يعني استأصلوكم أصلا الشيعة على مدى التاريخ كم حوربوا وضيق عليه موقتلوا وشردوا مع ذلك تشوف هاي بعد أكثر من ألف سنة ليل حين كلمة أهل البيت عليه السلام في كل مكان والإسلام الأصيل ظاهر للناس هذا شلون بعد فضل الله عز وجل بركات الإمام صلى الله عليه وسلم أنا ما قاعد أحس بس هو فهذا شوف الإمام يقول يقول ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء ولاصطلمكم الأعداء كان أصلا رحته وأصلا ماكو شيء اسمه شيعة أهل البيت لولا الإمام صلى الله عليه وسلم هو عليه أنقل أختم بهذه القصة يذكر أن علي بن بابويه القمي أبو شيخ الصدوق شيخ الصدوق اسمه محمد ابن علي أبوه اسمه علي علي بن بابويه القمي يذكر أنه يعني ما كان إيه لعيال فالتقى مع الحسين بن روح أو روح اللي هو أحد السفراء الأربعة في زمن الغيبة نحن السفراء عندنا عثمان بن سعيد وعندنا محمد بن عثمان وعندنا الحسين بن روح أو روح وعندنا آخر واحد عليه بن محمد هؤلاء السفراء الأربعة فالتقى بالحسين وقال له قال له توصل للإمام لأنه كان الوسيط هم كانوا السفراء الوسطاء بين الناس وبين الإمام عليه السلام يعني توصل الله أن يدعي لي من هذا الأمر فشوف ماذا قال له الإمام صلى الله عليه وسلم عليه هذا نقل له الحسين أن الله تبارك وتعالى لن يوزقه من زوجته هذه هو قاعد يحاول يبعيان ما قاعد يقول طيب ولكن من جارية ديلمية يتزوجها بعد ذلك فتلد له عالمان حافظان اللي واحد منهم منه شيخ الصدوق بعد صاحب هذا علال الشرائع اللي قلناه قبل شوي صاحب الفقيه من لا يحضره الفقيه وغيرها من الكتب مدفون وين مدفون الشيخ الصدوق فالري في جنوب طهران على يتحال فولد ببركة الإمام صلى الله عليه وسلم وبركة دعائه لذلك يقول لك أن الشيخ الصدوق كان يقول يقول أنا ولدت بدعاء الحج عليه السلام فهذا موالينا الكرام الإمام صلى الله عليه وسلم وعليه نفعه كبير مبهس على شيعته اللي ظهر من التوقيع الشريف لا على كل العالم ولكن ليت قومي يعلمون على يتحال أسعد الله أيامنا وأيامكم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر